من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم أنهى محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جبر خليل عددا من المعويقات التي تواجه تطوير الأداء في مستشفى بلد العام بتلبية احتياجات وحدة غسل الكلا وباقي الأقسام بما يضمن خدمات صحية تتناسب وأوضاع أبناء المناطق في جنوب المحافظة وفي جولة أجرها المحافظ تفقد أقسام المستشفى واستمع لمطالب المرضى وإدارتها ضمن توجه لتوسيع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهل والزوار وبدوره أشاد مدير المستشفى بمتابعة المحافظة للمؤسسات الصحية وجهوده المتواصلة لتحسين خدماتها مثلما قدم شرحا مفصلا عن التطورات التي حصلت ترجمة نانسي قنقر